أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة حالة وفاة جديدة وذلك حسب آخر التقارير الصادرة عن الوزارة ووفقاً لآخر إحصائية ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 213 حالة متضمنة 17 وفاة وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة تسجلت في ولاية الخرطوم 36 حالة في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في الجزيرة وحالة في البحر الأحمر وحالة واحدة في ولاية وسط الدارفور وأشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى أن ولاية القضارف كانت قد سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقاً وتشير التقارير إلى أن خمس حالات تماثلت للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين لتسعة عشرة حالة ترجمة نانسي قنقر